اشتركوا في القناة 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 مشيدا المجلس بالجهود المبذولة التي اثمرت عن تحيق مثل هذه النتائج الايجابية حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية وبالتوازن المالي بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي اولا تحيقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بدراسة الوضع الانشائي للمدارس القديمة في البلاد والبالغ عددها 67 مدرسة وعلى ضوء العرض المقدم من المذكرة المشتركة المرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فقد كلف مجلس الوزراء الوزارتين باتخاذ اللازم للإخلاء العاجل للمدارس والمباني التي لا يتناسب وضعها الانشائي مع جودة الخدمات والمرافق المساندة للعملية التعليمية التي تقدمها الحكومة وتكليف شركة استشارية بدراسة الوضع الانشائي للمدارس المتبقية ثانيا وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحضر استيراد المخلفات البلاستيكية عبر الحدود البرية أو البحرية أو الجوية لمملكة البحرين لأي غرض وهذه المخلفات البلاستيكية هي أي منتج صنع أو دخلت في صناعة لدائن البلاستيكية وكذلك المنتجات البلاستيكية غير المطابقة لمواصفات البيع في أماكن تصنيعها وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية ويهدف مشروع القرار إلى الحد من الأضرار البيئية المترتبة على إدارة المخلفات البلاستيكية بطريقة غير آمنة بيئيا مما يتسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة على البيئة ثالثا بحث المجلس مشروعات القوانين الحكومية المتبقية لدى السلطة التشريعية وقرر المجلس التمسك بعدد من مشاريع القوانين وذلك بناء على التوصية المقدمة من اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب رابعا وافق مجلس الوزراء على استماح لشركة ذات رأس أجنبي بمزاولة نشاط تجاري وذلك ضمن مشروع المرحلة الثانية من محطة الدور وبما يتماشى مع قانون الشركة التجارية رقم 21 سنة 2001 وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والتي جاءت بناء على اقتراح من سعادة وزير الكهرباء والماء خامسا وافق مجلس الوزراء على توسيع فئة المستفدين من البرامج والفعاليات والأنشطة التي تقدمها وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك لتشمل كافة المراحل في الفئة العمرية بين فئات السن 0 و35 سنة بدلا من قصرها على الفئة 15 و29 مثلا مثل ما هو معمول به الآن وذلك عملا بأفضل الممارسات الدولية وتعزيزا لاستفادة المواطن البحريني من البرامج التي تقدمها الوزارة المذكورة سادسا أحال المجلس إلى اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية سابعا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين معدان في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمان من مجلس النواب الأول هو مشروع قانون بتعديل المادة 46 من قانون العمل في القطع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2018 والثاني هو مشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص دو الإعاقة وقرر المجلس إشفاع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله